الأطباء ما زالهم خط الدفاع الأول والمنود بهم وحدهم الدفاع عن البشرية ضد فيروس كورونا خلال الأيام اللي فاتت تم تداول الكثير من الأخبار عن إصابات في الطاقم الطبي بفيروس كورونا منهم أمس وقبل 24 ساعة من تداول أخبار عن إصابة 17 طبيب وكادر طبي في المعهد القومي للأورام أمس تم تداول أيضا خبر جديد مفاده إصابة طبيب امتياز داخل مستشفى الديمرداش العام وهي أحد المستشفيات التابعة لجامعة عين الشمس هذا الطبيب واللي هو طبيب امتياز في قسم النساء والتوليد وهذا قرار الإحالة أو قرار إعلان إصابته بالمرض كما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تم إبلاغ إدارة المكافحة الدكتورة سامية فلان بوجود حالة إيجابية وتم عمل كشف بأسماء المخلصين للطبيب من زملاء امتياز ونواب وتمريد وصيادلة وعمال ومرضى لأخذ عينات الأنف والحلق مع عينة في الدم صباح السبت 4-4 وبالسؤال عن الاحتياج لغلق المستشفى أفاديت الأستاذ الدكتورة ومدير إدارة مكافحة العدوى أن يعقم عنبر الولادة والوحدة الرابعة ولا يوجد داعي لغلق المستشفى تم أخذ سبعين عينا حتى الساعة الثانية ظهراً من المخالطين وبرجاء موافتنا عن أي إجراءات احترازية إضافية الذي يمكن عملها حتى ظهور النتيجة يبقى ظهر طبيب امتياز مصاب بفيروس كورونا في مستشفى الديمرداش لكن المستشفى أصرت على الاستمرار في العمل أصرت أيضاً على حضور هذا الشاب أو هذا الطبيب للعمل وده الشهادة اللي قدمها أحد أشقائه أنه هو بلغ رئيسه في العمل أنه مصاب بفيروس كورونا قال له لازم تيجي وقعد 12 ساعة داخل المستشفى الشقيق هذا الطبيب واسمه مصطفى مجدي كتب وقال طيب يا جماعة والله الحمد لله الحمد لله ألف مرة ولا يحمد على مكروه سواه أنا وأخويا الصغير عمر طلعنا مصابين بفيروس كورونا أو بوزيتف الموضوع بدأ أن والدي صيدالي كان فيه ارتفاع درجة حرارة بسيط أول مبارح وكحة ومش جامدة وروحنا حللنا في حميات العباسية وطلع إيجابي وطبعاً دخل العزل النهاردة أنا والديتي وإخواتي الاثنين حللنا وأنا وأخويا عمر بس للأسف إيجابي ودخلنا عزل برضو بقول ده عشان لو فيه إجراءات هتتاخد يعني وكده علشان مدرش حد تاني جعوات الجميع تعدي بسلام في أسرع وقت دي تغريدة مش عارفين إذا كانت لي الطبيب مصطفى مجدي وهو الطبيب المشار إليه ولا أخوه عمر لكن بيتم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليبدأ هاشتاج الدمرداش في الظهور في الترند المصري بعد التغريدات حتى الآن قارب على 17 ألف تغريدة ومطالبات أيضاً بإقالة وزيرة الصحة المتسببة في الكثير من هذه الجرائب محمد رفعت وهو أحد أطباء المستشفى بيقول مأساة معهد الأورام بتتكرر بالحرف في مستشفى دي مرداش تعريض حياة المرضى والأطباء والتمريض للخطر لمجرد الكبر والإصرار على عدم إغلاق المستشفى وتطهرها طبيب انتياز في المستشفى والده ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا اتصل بالنائب بتاعه وبلغه بالموضوع واعتذر عن الحضور النبطشية النائب اعترض وقال له لازم تيجي يا إما تتحول للتحقيق للأسف الدكتور راح وقضى 12 ساعة في كشك النسا والتوليد في مستشفى دي مرداش وبعدها أثبتت التحاليل إيجابية إصابته وإصابة والده وإصابة أخوه طبعا الدكتور قضى 12 ساعة في قسم الولادة بما فيه من مرضى يا ترى اتعامل الطبيب ده خلال 12 ساعة مع كم مريض مع كم أسرة مريض مع كم زميل ده اللي محتاجين نعرفه نشط أحمد يباري بيقول قضى 12 ساعة في كشك النسا والتوليد بالمستشفى مدير عام مستشفيات الدي مرداش التابعة لجمعة عين شمس يعلن إصابة طبيب امتياز بالمستشفى بفيروس كورونا بعد رفض رئيسه بالعمل اعتذاره عن الحضور لإصابة والده بفيروس كورونا الله يلطف بمصر بيري بتقول إيه قصة المستشفيات اللي كل شوية يظهر فيها حالات وهل هي بس اللي فيها محدش بيتكلم عن المخالطين مستشفى دي مرداش كمان فيها حالات وبعدين لسه القنبلة هتنفجر وعد الله حق بيقول لما تبقى حياتك أرخص من تكلفة اختبار فيروس كورونا يبقى أنت أكيد في مصر نفس اللي حصل مع الطبيب أو الممرد في المعهد القومي للأمراض قال لهم عايز أعمل تحليل قالوا له التحليل غالية بيحصل أيضا مع طبيب امتياز في مستشفى دي مرداش قال لهم أنا مصاب قالوا له لازم تيجي العمل ونكتشف أنه مصاب بعد خراب ملطة وبعد ما يخالت العشرات بل المئات من الحالات والزملاء أما وزير التعليم العالي وأمس في لقاء تلفزيوني سألوه عن حال الطبيب الدي مرداش لكن كان الإجابة بتاعته مستفزة أو تقدر تقول صادمة للجميع هني أيضا بتقول تعليقا على كلام وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي عن إصابة طبيب بكورونا في مستشفى الدي مرداش قال لهم ما عنديش معلومات فبتقول له وانت كان عندك معلومات عن معهد الأورام أساسا انت كان لازم تقدم استقالتك بعد فضيحة معهد الأورام انت والخشط دكتوري خشط هو رئيس جمعة القاهرة أخيرا إسماعيل بيقول أصله مش متابع وزير التعليم العالي عن إصابة طبيب بكورونا بمستشفى الدي مرداش ما عنديش معلومات عندوش معلومات وزير التعليم العالي عن إصابة طبيب بامتياز في أحد مستشفياتي وزيرة الصحة المصرية ما عنديش معلومات عن إصابة الكثير من التواقم الطبية في الكثير من المستشفيات رئيس معهد المعهد القومي للأورام ما عندوش معلومات عن إصابة التمريد عنده وبالنهاية هي دي مصر اللي بنتكلم عنها أو بنحاول جاهلين نقل لكم الصورة الحقيقة الحقيقية اللي بيحصل في مصر